بحث عضو مجلسا للقيادة الرئاسية اللواء الركن فرج سالمين البحسوني عبر الاتصال المرئي مع سفيرة المملكة المتحدة لدى بلادنا عبدالشريف سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومسجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وإنهاء الحرب واستعرض اللقاء المساعد التي ترعاها الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن والجهود التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وترحيب مجلس القيادة والحكومة بكافة المبادرات الأممية والإقليمية للوصول إلى حل لإنهاء الأزمة في البلاد وما يقابلها من تصعيد للميليشيات الحوثية الإرهابية في جبهات القتال وتنفيذ أعمال القرصنة والإرهاب في البحر الأحمر وباب المندب من خلال استهداف السفر التجارية وعرقلة خطوط الملاحة البحرية بهدف عرقلة مبادرات السلام وإطالة أمد الحرب في البلاد وشدد اللواء الركن البحثين على ضرورة اتخاذ دول الإقليم والعالم إجراءات حزيمة ضد أعمال القرصنة البحرية التي ينفذها الحوثيون في الممبرات المائية الحيوية وإجبارها على التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإنهاء المعاناة الإنسانية مشهدا إلى أن تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية لا يكفي ولن يردعها عن أعمالها العدائية الإرهابية وأجدد في هذا السياق الموقف الثابت لمجلس القيادة الرئاسية والحكومة تجاه القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته كاملة السيادة وكذا استنكار المجلس جرائم قوات الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني بانجانبها جددت السفيرة البريطانية التأكيد على موقف بلادها الدائم لمجلس القيادة الرئاسية والحكومة الجديدة لمساندتها في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الشاملة مشيدة بجهود مجلس القيادة الرئاسية في ظل الأوضاع والتحديات الصعبة في البلاد اشتركوا في القناة